موسيقى أستاذا مرحبا بكم أهلا وسهلا السؤال الأول من المنقي أن تضلعنا على الوضع الأساسي لكاركوكو مثل أهمية الموارد النفطية فيها موضوع كاركوكو يعني تعقيدات تأتي من عدة نواحي أولا هي محافظة تشترك بها كثير من المكونات العرقية والمذهبية والدينية فهناك تنوأ وهذا التنوأ واسع جدا النقطة الأخرى أن محافظة كاركوك تعرضت لتغيير كبير في مكوناتها في زمن صدام حسين حاول تعريب المنطقة ونقل مجموعة من العرب إلى هذه المحافظة بعد 2003 الكرد مرة أخرى قاموا بتكريد هذه المنطقة وعملوا على طرد الوافدين لتلك المنطقة وحتى من سكانها الأصليين كاركوك سابقا كانت تركمانية يعني تاريخيا كاركوك هي محافظة أو مدينة تركمانية لها عمقها التاريخي في الثقافة التركمانية فهي لم تكن كردستانية أساسا وكان الكرد فيها أقلية صغيرة جدا بعد 2003 تغيرت هذه الموازين ويعني حتى قبل 2003 كان صدام حسين أيضا قد حارب التركمان وقمع التركمان فأدى إلى تقليل أعدادهم وأيضا بعد 2003 استمر الكرد بهذه السياسة ضد التركمان الكاركوك أهمية تأتي من ناحية واحدة وهي وجود الثروات الطبيعية النفطية يعني كاربو الموجودات من الغاز والنفط بالإضافة إلى تنوع زراعي طيب بها أيضا هذا ما جعلها موضع اهتمام اهتمام إقليمي ولها اهتمام سياسي أيضا على اعتبار أن تركيا تهتم كثيرا بالمكون التركماني إيران تهتم بها لقربها من الحدود الإيرانية العرب يهتمون بها لوجود مجموعة كبيرة من العرب في هذه المنطقة أو الكرد طبعا يحتاجونها لإكمال دولتهم يعني الناحية الاقتصادية المفقودة في المكونات الكردستانية يعني داخل إقليم كردستان فيحتاجون كاركوك كي تكون المنظر الاقتصادي لدولتهم القادمة هذا التعقيد أضاف لها موضوع رفع العالم الكردي هي الحقيقة يعني ما يحدث في كاركوك هو كالتالي أو في كردستان خلنا نتحدث وانعكاز ذلك على كاركوك هناك مشكلة سياسية معقدة في إقليم كردستان هناك فشل حكومي كردستاني في إرضاء الشعب الكردستاني هناك خلاف سياسي كبير البرلمان أغلق رئيس البرلمان طرد وزراء الكتل الغير تابعة للحزب الديمقراطي طردوا من مناصبهم هناك استحواذ للسلطة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني تابع للأستاذ مسعود البارزاني هذا القمع اللي حدث انعكس سلبا على إدارة الإقديم بالإضافة إلى ذلك المشاكل الداخلية ونحن اقتربنا على موسم الانتخابات فقام محافظ كاركوك بحركة ذكية وهو رفع العلم الكردي في محافظة كاركوك لا أحد من الأحزاب الكردية يستطيع معارضة هذا الشيء الكل الأحزاب الكردية أيدت رفع العلم حتى وإن كانوا غير مختنعين بالتوقيت فهذا هي عملية تصدير الأزمة الداخلية القردستانية إلى الساحة الوطنية العراقية بسبب مشاكلهم الداخلية البرلمان قد استعجل قديلا بإصدار بيان بهذا الموضوع ولكن بصورة عامة البرلمان طبعا كان انعكاس للمشاعر العربية في العراق السنية والشيعية الرافضة لرفع العلم الكردستاني أو أي علم آخر غير العلم العراقي فهذا المشكلة التي صارت هي حقيقة هي انعكاس مجرد انعكاس للتخبط السياسي في إقليم كردستان والعلم لا يعني هي قطعة قماش يعني لن تؤدي إلى عملية احتلال أو إلى تعقيد المشهد الاجتماعي كل ما في الأمر هي زاد الطبقة من التعقيد السياسي على قضية كاركوك أستاذ لماذا قرر مجلس كاركوك رفع العلم الكردستان بجانب العلم العراقي في المحافظة هل توجد الأسباب التاريخية ورائه؟ هو يعني حقيقة أنا معتقد مئة بالمئة أن السبب الحقيقي هو لتصدير الأزمة الكردستانية خارج حدود الأقليم وكسب تعاطف تعاطف المواطنين الكرد لهذا الموضوع بالإضافة إلى محاولة إرضاء أصحاب الأموال وأصحاب النفوذ الكردستاني في مدينة كاركوك وستاذ ماغي الله ماتت المئة وألب عينة لتصور الأرقي كيف تفهمه ألبير وبقداد؟ مادة 140 هناك من يقول أنها ماتت ماتت لأن كانت محكومة بزمن تاريخي في الدستور العراقي وهناك من يقول أنها مادة دستورية لا زالت قائمة هذا الصراع القانوني لا زال موجود لنفترض أنها لا زالت على قيد الحياة هذه المادة من يحدد المناطق المتنازع عليها الدستور تحدث فقط عن مدينة كاركوك ولم يتحدث عن مناطق أخرى لا يمكن لجهة سياسية بمفردها أن تقرر أن هذه المنطقة متنازع عليها وهذه المنطقة غير متنازع عليها يجب أن يكون هناك إجماع سياسي عراقي كامل أن بالإضافة إلى كاركوك هناك مناطق أخرى متنازع عليها الكرد اليوم يتحدثون عن كل الشريط الحدودي جنوب إقليم كرستان كل هذا الشريط هو متنازع عليه وهذا غير متفق عليه سابقا لدينا ما هو معروف بالخط الأزرق وهو بعد سقوط النظام السياسي الصدامي يعني أعتقد كان تاريخ 16-3 أو 16-4-2003 الأمم المتحدة أكدت على خط الخط الأزرق وهو الحدود الإدارية للمحافظات الثلاث في إقليم كرستان يعني خطوط الإدارية الحقيقية للسليمانية وأربيل ودهوك هذه هي الحدود المعترف بها دوليا وأكدتها الأمم المتحدة خارج هذه الحدود خارج هذا الخط يحاول إقليم كرستان أن يتمدد على المناطق العربية طبعا هذه المناطق هي مناطق سنية بالأساس والسنة يعني لا يستطيعون أن يمنحوا هذه الأراضي لكل سنة على اعتبار أنهم أراضيهم التاريخية فهذا بالتأكيد ستجدنا مشكلة بالمستقبل فالمادة 140 تعاني عدة مشاكل أهم مشكلة تعانيها هي ما هي الحدود الإدارية للمحافظات الشمالية وما هي الحدود الإدارية لفكرة التوسع الكردستاني ما هي المناطق التي ستخضع للمادة 140 رد 140 لازم تتحدث الحدود للجزء من تكون واضحة يعني حدود محافظة صلاح الدين حدود محافظة الموصل نينوى وحدود محافظة التأميم التي هي كركوك إلى هذه اللحظة نتكلم بها صدام حسين غير الحدود وقبل صدام حسين كانت هناك حدود أخرى فما هي الحدود التي نتحدث عنها ما هي حدود هذه المحافظة هل نعود إلى زمن السبعينات أو الستينات عندما كانت الموصل كان يعني لواء الموصل أو محافظة الموصل المحافظة نينوى تشمل دهوك أيضا أو نعود إلى قليل من التاريخ بحيث شكلت محافظة دهوك أو استقطعت من محافظة نينوى أو محافظة الموصل فكل هذه المشاكل حقيقة تجعل من المادة 140 بهذه الظروف السياسية في غاية التعقيد وتجعل حتى الاستفتاء أو عفوا الإحصاء كان مفترض في عام 2008 يكون هناك إحصاء عراقي لمكونات الشعب العراقي ولم تستطع الحكومة إجراء هذا الإحصاء فكيف نقوم بتنفيذ المادة 140 وليس لدينا إحصاء ليس لدينا تطبيع والمرحل الأخيرة وهي الاستفتاء فلهذا هناك عدة مشاكل قانونية وعدة مشاكل فلسفية داخل هذه المشكلة بحاجة إلى حلول توافقية حلول يرضى بها الشعب العراقي أستاذ نعرف أن مجلس نموبي العراقي قد رفض رفض العلم فكيف ترى الخلافات بين الأحزاب وقدر السياسية العراقية وراء هذا القضية في كركوك؟ يعني هناك إجماع وطني عربي و بوضوح لرفض رفع العلم الكردستاني الكردي فوق محافظة كركوك وهناك إجماع عربي سني وشيعي حول استحواذ إقليم كردستان على محافظة كركوك رفض كامل فلهذا الموضوع بحاجة إلى عناية كبيرة بحاجة إلى حديث وحوار طويل ومحاولة إقناع كل الجهات السياسية الممثلة في البرلمان العراقي بقضية كركوك قضية كركوك لا يمكن أن تحل بشكل أحادي من قبل كردستان فقط لا يمكن هذه تجاوز على بقية شركاء الوطن هذا تجاوز على التركمان تجاوز على العرب السنة وتجاوز حتى على العرب الشيعة الساكنين في كركوك والساكنين في تلعفر بالجانب الآخر وهناك استحواذ كبير منطقة سنجار وبعشيقة وغيرها المناطق المسيحية الآن احتلت محتلة من قبل البيشمارك الكرد كل هذه بحاجة إلى توضيح وقناعة كاملة وكل هذه حقيقة تعتبر قنبلة موقوتة إذا حاولت كردستان أو حاولت السلطات الكردستانية أن تحل هذه القضية أو تستحوذ عليها بالقوة فمن الصعب التنبؤ بما سيكون من الجانب العربي أمام هذه التنقضات تعتقد ناغية إجلاءات وأساليب يجب على الحكومة المرقضية يتيحاتها لحال هذه المشكلة حكومة العراقية اليوم في موقع أنها تعكس إرادة سياسية لمجلس النواب العراقي الحكومة لا تستطيع أن تفرض رؤية سياسية على الكتل السياسية في مجلس النواب الحكومة هي تابعة للمجلس النواب من الصعوبة على سيد العبادي أو أي رئيس وزراء أن يفرض رؤية سياسية أو رؤية حل لقضية كاركوك أو للمناطق المتنازع عليها مع وجود معارضة سياسية قوية في مجلس النواب العراقي فالحل يجب أن ينبع من مجلس النواب والكتل السياسية الموجودة في مجلس النواب لديها خلافات واسعة حول هذا الموضوع لذلك من الصعب على الكتل السياسية في مجلس النواب أن تصل إلى نتيجة بدون وجود حوار واضح صريح وهدوء يعني إلى هذه اللحظة منطقة المناطق المحيطة بكاركوك هي تحت احتلال داعش فكيف نستطيع أن نتحدث عن حدود الإدارية لمحافظة كاركوك وداعش لا زال موجود في الحويجة نعرف أن معركة تعليل موصل تدخل الآن إلى مرحة حاسمة والنهاية فتعتقد لماذا ظهرت قضية كاركوك في هذا الوقت هو للأسف الشديد كان التوقيت سيء جدا من قبل محافظ كاركوك لو انتظر قليلا المحافظ بعد الانتصارات وبعد تنظيف العراق من تنظيم داعش كان ممكن نتفاهم على الموضوع لكن استغلال فرصة انشغال الجيش العراقي بقتال داعش وغياب الأمن الوطني وفرض رؤية أحادية برفع العلم الكردستاني هذا كان باعتقادي تصرفا غير لائق وغير حكيم ومهد لمشاكل مستقبلية فلهذا يعني احنا في حيرة من أمرنا ولا يوجد إلا تفسير واحد وهو تصدير المشاكل الكردستانية خارج الحدود واستعداد الانتخابات القادمة من قبل الاخوة الكرد تعتقد أن قضية الكيكوك ستؤثر على عملية عسكرية لتحرير الموصل؟ معركة تحرير الموصل ونجاح هذه المعركة سيخلق لنا مشكلة جديدة لأن في هذه اللحظة مع وجود القتال هناك مناطق احتلتها قوات البشمرقة وهذه المناطق غير تابعة لكردستان وتحدث رئيس الاقليم الأستاذ مسعود بارزاني أن ما أخذ بالدم يبقى ويقول أن هذه الحدود قد رسمت بالدم هذه المصطلحات خطرة جدا لأن قد يجيب الآخر أن ما أخذ بالدم يأخذ بالدم أو ما أحتل بالدم يأخذ بالدم يعني عملية تصعيد عسكري وهذه خطرة جدا الجيش العراقي الآن قدرت تختلفت عن القدرة السابقة إقليم كردستان إذا يحاول يدخل في صراع عسكري مع الحكومة العراقية بالتأكيد شعب كردستان سيتضرر الاقتصاد الكردستاني سيتضرر الإنجازات التي حصلت بعد 2003 إلى يومنا هذا في إقليم كردستان كلها ستضرر لا أعتقد أن أي مستثمر سيكون مغامرا لدرجة أن يستثمر في كردستان مع وجود نزاع عسكري مع حكومة بغداد يعني إن كانوا يتحدثون عن الاستقلال إقليم كردستان إذا كان يتحدثون وينوون الاستقلال ضمن الخط الأزرق فأنا أؤكد لهم ولكم أننا نرحب باستقلالهم ضمن الخط الأزرق لكن عليهم قبل هذا أن ينسحبوا من الأراضي التي احتلوها وأن يرضوا النظام التركي والنظام الإيراني نعلم جيدا أن الأمم المتحدة والنظام الإيراني والنظام التركي يعارض إقامة إقليم أو إقامة دولة مستقلة للكرد في إقليم كردستان وإقامة هكذا دولة على الرغم من معارضة تركيا وإيران وسوريا من المؤكد أنه سيخلق نزاعا عسكري مستقبلي وإذا لم يكن صراع عسكري فعلى أقل تقدير ستكون الدولة الجديدة لكردستان مخاصرة من قبل تلك الدولتين وإقليم كردستان لا يملك منفذ بحري كي يستطيع أن يتواصل مع العالم فلهذا أنا أعتقد أن موضوع الاستقلال في هذه المرحلة موضوع بعيد جدا وصعب التحقيق عملية الاستفتاء للاستقلال بدون وجود استقلال هي لعبة على المواطنين يعني السلطات تحاول أن تستغل المواطن البسيط وتسأله هل تستقل؟ فبالتأكيد المواطنين يقول نعم إذا نستقل لكن حقيقة الأمر أن أقليم كردستاني لن يعمل على تنفيذ الاستقلال مجرد هذه ورقة تستخدم لتعزيز قدرة الأحزاب الكردستانية استعدادا للانتخابات القادمة في الأقليم أستاذ كان غريس الترقية رتقان أعلن ورفضه للافع أي علم غير العالم العراقي في محافظ كاركوك معتبر أن المحافظات ليست للأكراد فقط وللأتراق فكيف تفهم تسرحتي هذه؟ يعني هذه كانت تصريحات مهمة جدا وواضحة صحيح إحنا كدولة عراقية نرفض التدخل بالشأن العراقي لكن هنا لا نتحدث عن الشأن العراقي هنا نتحدث عن الإنعكاس الإقليمي للإجراءات الفردية الأحادية عندما تقوم السلطات في كردستان باتخاذ قرار معين لهذا القرار إنعكاسات دولية وإقليمية كان الرئيس أوردوغان واضح جدا في رفضه لمشروع العلم وحديثه بقسوة عن هذا الموضوع مع العلم أن الرئيس أوردوغان يتميز بعلاقات طيبة جدا مع أستاذ بسعود بارزاني ويعتبر حليفا لهذه الدولة ولكن موضوع عندما مست القضية الوجود التركماني في العراق كان لتركيا موقف آخر فهذا كله يشير إلى أن هناك أخطاء ترتكب من قبل إقليم كردستان باستفزاز المنطقة وهذا لن ينتج إلا نتائج سلبية على الشعب الكردستاني الذي فشلت حكومة إقليم كردستان بتقديم القدرة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية لشعب كردستان وستاذ تعتقد أنه بعد انتهاء معركة تحليل الموصل ستدخل مشاكل جديدة وكيف ترى الفاق ساحة السياسية الألقية؟ يعني هناك جهتين بعد انتهاء من تنظيم داعش هناك مشكلة وهي ليست عفو المشكلة هناك قضية وهي قضية التعايش العربي بين المذهب السني والمذهب الشيعي داخل العراق في المخيم العربي داعش أثبتت لنا جميعا كعرب شيع وسنة أن داعش عدوتنا معا عدوة العراق داعش سببت بتقارب العرب بين أنفسهم بإزالة بعض المشاكل وأدت إلى فهم أوسع للصراع القائم وأن داعش لا يمكن أن تستخدم كورقة سياسية للوصول إلى مكاسب للأخوة السنة السنة حفاظا على مصالحهم وشراكتهم بالدولة العراقية يجب أن يكونوا أقرب إلى العرب الشيعة وهذا حدث بالفعل فهناك أطر جديدة هناك تفهم جديد بين المكونات العربية لإيجاد حلول وإيجاد صيغة للتعايش السلمي داخل الحدود العربية ولهذا التحالف الوطني أصدر مشروع التسوية الوطنية والبعض سمى التسوية التاريخية فهذا الموضوع هو سيكون الممهد لإيجاد علاقات متوازنة بين العرب أنفسهم لمواجهة الأخطار الأخرى القضية الأخرى بعد الانتهاء من داعش هناك أراضي عربية سنية ومسيحية وتركمانية احتلت من قبل وآبار نفط عراقية احتلت من قبل قليم كردستان وهذه الأراضي المحتلة يجب أن تخلى فهذه بالتأكيد ستكون مشكلة لأن قليم كردستان قد أعلن لا نعلم بالمستقبل سيبقون على هذا الإصرار أم سيتغير رأيهم لكن حاليا هم أعلنوا أنهم ثابتون على احتلال هذه المناطق ولن ينسحبوا منها فبالتأكيد هذه ستكون أحدى المشاكل المستقبلية بعد تنظيم داعش هذه المشكلة ستتركز بين إقليم كردستان والجانب العربي متمثل بالمكونات السنية والترقبانية والشيائية وساد بعد حزمة داعش عسكريا في الأرق هل من الممكن أن ينتشر عن سره في أنحاء الأرق وينفزون حجمات وأعمال عنف حتى يسكتون البلد في وضع المدطار يعني هناك هذه النظرية قائمة أن أن تنظيم داعش انكسر عسكريا وسيحول عملياته إلى الجانب الأمني وهو اختراق الدفاعات ومحاولة تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة والعودة إلى نفس أسلوب القاعدة السابق قتل المواطنين وكذا الحالة اختلفت الآن يعني الآن داعش كشف اللقاب عنها المتعاونين مع داعش نعرفهم نلقي القبض كل يوم على عناصر تنظيم داعش الفاررين من معارك الموصل أو معارك صلاح الدين أو الأنبار والقائم وهذه المناطق قدرة داعش تغيرت صحيح سيبقى هذا الخطر الإرهابي قائما إلى أن ينتهي هذا الفكر التكفيري الداع أو الداعم والممول لتنظيم داعش يعني مقاتل الداعش تحتاج إلى توافق دولي يجب أن نكون معا جميعا كل العالم ليس فقط الإقليم كل العالم يكون مستعد لمحاسبة ممولي تنظيم داعش المتعاونين مع تنظيم داعش لأن داعش لن يكتفي بأن ينتشر بعد انكساره عسكريا لن يكتفي بالانتشر الداخل الأرض العراقية وإنما سيرحل من العراق إلى تركيا إلى كما هو موجود حاليا في سوريا سيبحث سيبحث عن مأوى جديد في شمال أفريقيا سيتوجه نحو شرق آسيا يعني نسمع الآن عن بعض الخيوط التي بدأت ترتبط بماليزيا وترتبط باندونيسيا وبذلك الاتجاه فهذا الخط التكفيري بحاجة إلى تعاون دولي استخباري من المستوى على المستوى العالي جدا للقضاء على ممولي والمدارس الفقهية التي تساند تنظيم داعش فالمهم لن تكون عراقية فقط وإنما ستكون أقليمية ودولية أيضا لمتابعة جذور تنظيم داعش ومحاولة قطع هذه الجذور أينما كانت ستعتقد أن الوضع في سوريا سيؤثر على عمليات مكافلة داعش في العراق أمريكا ساهمت بالضربة الأخيرة بتقوية داعش وساعدت تنظيم داعش على مقاومة النظام السوري يعني بغض النظر عن رؤيتنا للنظام السوري ونظام حزب البعث في سوريا بغض النظر عن هذا الموضوع التصرفات الأمريكية المؤيدة للإرهاب في سوريا ستنعك سلبا على القتال على قتال داعش في سوريا أما في العراق فالقضية تختلف كثيرا لدينا جيشين لدينا الجيش العراقي بمفاصله المختلفة ولدينا الحجد الشعبي الحجد الشعبي العقائدي الذي يقاتل الآن جنبا مع جنب مع الجيش العراقي لديه رؤية مختلفة عن طائرة الأمريكان فلهذا لدينا هذا الحافز أو هذه الرؤية التي من الممكن أن تكون حافزا أو صدا لإنهيار أو لمساعدة تنظيم داعش في العراق هناك حاجة لضبط التحركات الداعشية في تركيا في سوريا ونحتاج التعاون الأمريكي للقضاء على داعش حصرا وليس مساعدة الجهة الإرهابية الأخرى في سوريا لدينا النصرة وما يسمى بالمعارضة المعتدلة وغيرها وداعش القتال يجب أن يكون على النصرة وداعش بشكل مكثف أما القضية السياسية السورية فهذه تحل من خلال المفاوضات يعني لا يمكن حل القضية السورية عسكريا هذا مستحيل فلهذا هناك نظام هناك الشعب وهناك انتخابات وهناك رؤى سياسية مختلفة وهناك تناقضات سياسية داخل سوريا فمن المستحيل أن تستطيع الضربات العسكرية كات أمريكية أو غيرها أن تجد حلا للمشكلة السورية الحل يجب أن يركز من كل عالم للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي والنصرة في سوريا والعراق كذلك القضاء التام على تنظيم داعش ومؤيدي تنظيم داعش من الجهة المختلفة أستاذ تعتقد إلى أين سيسح بالعراق بعد انتحاء تحرير الموصل يعني بعد هزيم داعش في الموصل علينا أن نبدأ بحملة عسكرية جديدة في الحويجة في محافظة تأميم قرب كاركوك هناك مركز مهم لتنظيم داعش في الحويجة هذا يجب أيضا العمل على القضاء عليه يعني النهاية المعركة في الموصل ليست نهاية داعش علينا أن نتوجه يوجه الجيش مرة أخرى إلى الحويجة للقضاء على داعش في الحويجة بعدين علينا أن نتوجه مرة أخرى للأنبار وقرب الحدود السورية والقضاء على تنظيم داعش بعدها تقف القوات العراقية حرس يعزز حرس الحدود وتعزز القوات العسكرية بمراقبة الحدود العراقية السورية ولن نكتفي بذلك لأن مع وجود الرقة تحت تنظيم داعش في سوريا ستبقى الحدود العراقية السورية منفذ مهم للإرهابيين للدخول إلى العراق وإعادة القتال مرة أخرى فبدون انتهاء داعش في الرقة لن تنتهي داعش في العراق وساذا شكراً على تبريم هذه المعلومات شكراً لكم تحياتي لكم وشكراً برة أخرى على مشهدين الكرام إلى هنا تندهي هذه الحلقة شكراً على متابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة